في الفيديو ده هنشرح التكست الكتابة الكتابة باللغة الانجليزية والكتابة باللغة العربية الكتابة بتكون من خلال التكست هنا هوا تمام حضغط دوسة طويلة عليها فهلقي عندي كتابة افقية وكتابة رأسية طار الكتابة الافقية وحضغط كليك كده تعالوا نكتب انجليزي الاول تمام بالشكل ده مجرد ما كتبت هروح اختار اداة السهم وممكن اكبرها او اصغرها او اعمل فيها اللي انا عايزه تمام كده هنلاقي هنا في الافيكت كنترول ادي التكست بتاعي هوا تمام تمام هنلاقي هنا ممكن اغير في نوع الكتابة يعني ممكن احددها هنا بالتي او بالتي احددها بالشكل ده واجه هنا واغير نوع الخط بالشكل ده فيه خطوط عند كتير هوا باغير نوع الخط لو دست هنا كده بلاقي فيه خطوط انجليزي وبعدين بنزل تحت شوية بلاقي فيه خطوط عربي بالشكل ده اهو لو انا بكتب انجليزي باختار خط انجليزي لو انا بكتب عربي باختار خط عربي طيب حد التاني عندي التكست ولقي عندي هنا المحازاة للمنتصف او اليمين او اليسار تمام وبعدين من هنا لو ضغطت علي كده هلاقي بيطلع للكتابة الفوق ونزلها لتاعت بلاقي عندي هنا برضو بيزودلي المسافة ما بين الصفوف بالشكل ده بلاقي هنا بيزودلي العرض بتاع الكتابة اهو بعدين فيه تي دي بتخلي الكتابة بولد عريضة دي بتخليها ميلة دي بتخلي الحروف كلها كابيتل هنا بتخلي اول حرف كابيتل والباقي سمول تمام دي بتخلي الحرف الاولان كبير وباقي الحروف صغيرة بس كابيتل برضو هنا بقى لو عايز اخلي كتابة بالشكل ده اكس قس اتنين مثلا يعني تي قس اتنين مثلا تمام فانا باختار كلمة مثلا عشور دي واضغط هنا على تي دي فلاقي ايه كلمة عشور بقيت من فوق لو ضغطت على التاني دي هتبقى من تحت تمام كده لو عايز اتلغيها باضغط كليك عليها والغيها طب انا عايز محمد عشور دي تبقى تحتها خط فبضغط على التيل تحتها خط بالشكل ده لو نزلت تاني تحت كده هتبقى في عندي كمان هنا الفل الامتلاء بتاع الكتابة لو ضغطت كليكينا عليه ممكن ادي كتابة اي درجة لون انا عايزها بالشكل ده اهو تمام طيب في عندي هنا كمان استروك ممكن اضيف استروك للكتابة زي ما قولنا قبل كده تمام حضغط عليه برضو اضيف اي لون استروك احمر مثلا تمام اهو وبعدين بزود قيمة الاستروك يعني بحدد كده وابدأ ازود قيمة الاستروك بالشكل ده وبعدين في عندي هنا باكجراوند لو عايز اخلي في خلفية للكتابة برضو ايه اه ممكن ازودها كده تمام وازود برضو كده بالشكل ده اهو بخلي في خلفية وليها لون معين اصفر مثلا تمام بالشكل ده هنا لو عايز الظل للكتابة تعالوا نلغي كده التأسيرات اللي انا عملناها دي تعالوا نلغي كده نعمل ريسيت وعايزين نحط خلفية بيضة لتحلق التصميم طيب حنيجي للكتابة نديها اي درجة لون غير الابيض تمام ادي الفل ونخليه مسلا اه احمر كده عشان يظهر معي وحنيجي هنا اه نختار تمام دي الخلفية زي ما قلنا من شوية طيب سيبنا بالبكجراوند خلينا في الشادو الظل او مغضغط عليه بلاقي في ظل كده ظهر اهو تمام وبعدين ممكن ايه ازود الظل من هنا اه ممكن الزاوية بتاعت الزل يعني فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال بالشكل ده ممكن الصيز هنا بتاع الزل شايفين كده ابدأ اكبره تمام في بعدين هنا المسافة بتاعت الزل يعني عايزه بعيد ولا قريب وبعدين بنزل تاني بلاقي ايه الصيز بتاع الزل اهو عايزه كبير ولا صغير تمام وبعدين بنزل تاني بلاقي هنا كمان الاربعين دي لو او غيرتها كده بخلي الظل ناعم ولا حاد بس كده وممكن اعمله نفس الانيميشن اللي اخدناه قبل كده اه في الصور ان انا ممكن اعمل حركة في البوزيشن حركة في الاسكيل في الروتيشن والحاجات دي كلها يعني في عندي برضو من قائمة ويندو بلاقي اسنشيال جرافيك بلاقي الاسنشيال جرافيكس و تمام ولو جيد دخلت على ايدت تمام وضغط كليك بعيد كده وضغط كليك كده على التكست بتاعي بلاقي هنا عندي بقى في محازاة يعني هنا بيعمل محازاة في الرأسي للمنتصف في الرأس وهنا محازاة للمنتصف في الافقين وهنا المحازاة لأعلى لأسفل للمنتصف هنا برضو شمال اه وفي المنتصف ويمين بالشكل ده هلقي برضو هنا في تعديلات يعني ممكن اكبر من هنا التكست اهو اكبرو من المكان ده اه هلقي ورضو عندي نوع الخط والحاجات اللي احنا شفناها هنا كلها موجودة هنا تاني تمام كده هعمل دليت وتعالوا نشوف تعالوا نشوف برضو من اللوحة اللي احنا ضفناها دي ولو ضغطنا على براوز هلاقي فيه هنا في كتابات جاهزة ممكن نستخدمها يعني ممكن نستخدم دي مثلا امسكها واسحبها كده بالشكل ده نحزف الخلفية البيضة دي دي الكتابة اللي ظهرها معايا تمام لو عملت بلاي هلاقيها بتبدأ تظهر معايا بالشكل ده ممكن احديدها هكليك عليها كده تمام Diesel جد بOUقي هنا منיכال كده لقيمقسم defended هنابي البيضة الخط اللي فوق وبعدين عندي هنا البيضة تيكست اللي هو الكتابة وتحتها بعدين البيضة خط اللي من تحت كل واحد يمكن وقت يا هو اعدل فيه يعني نبدأ كده بالبيضة الي الموilar فوق واديلو درجة هم من هناываемوس مثلا حمرة واهو حلاقي يتغير معاي وكمان يعملو patreon strokes او او اي تعديلات انا عايزها وباجي بعيدا للبيضات تِكست اهو تمام ده تيكست لو عايز عمل اي انيميشن او اقرأ في البيضات الت Cat فيه بعدين الشيبي اللي من تحت برضه ممكن اديله اي درجة لون بالشكل ده وبعدين طبعا عايز اغير التكست باضغط على تيه وكليكين كده عليه وابدأ اكتب الاسم اللي انا عايزه بالشكل ده المشكلة ان النمازج للجهزة دي ماينفعش اكتب عليها عربي طيب تعالوا شوف ازاي بنكتب باللغة العربية في البرنامج البرنامج ده زي اي برنامج ادوب لازم افعل لغة العربية فيه لازم افعل لغة العربية يعني لو كتبت على الوضع ده انا اديتي اهو واخترت عربي مني على الجهاز عندي وكتبت محمد كده تمام ظاهر معايا بالشكل ده بفعلها ازاي باجي من قائمة edit وpreferences وغرافيكس باجي هنا بفعل الاختيار التاني ده وبفعل الاختيارين دول ومن هنا write to lift واوكي تمام تعالوا دلوقتي نحزف الكتابة دي ونكتب كتابة جديدة اه حلقية كتبت معايا تمام واقدر اغير نوع الخط زي ما انا عايز لو رحنا للخطوط اللي في البرنامج هنلاقيهم مجموعة خطوط محدودة هنلاقي فيه مجموعة خطوط عربي ومجموعة خطوط انجليزي ازاي اضيف خطوط للبرنامج برامج ادوب كلها بتاخد الخطوط بتاعتها من نسخة الويندوز من ال control panel بتاعت نسخة الويندوز فورح ال control panel من start ادي control panel او باللغة العربية لوحة التحكم بدخل عليها تمام وباجي من هنا اهو باختار large icons وباختار fonts الخطوط او باختار لو نسخة الويندوز عندك عربي بتختار من هنا خطوط فبتفتح معايا بالشكل ده هروح انا داخل على الانترنت وحمل خطوط تمام انا محمل مجموعة خطوط هنا اهو تمام خطوط عربي وخطوط انجليزي بافتح الخطوط بالشكل ده وادخل جواها كمان واسحب الخطوط دي من هنا بالشكل ده طبعا انا الخطوط دي ضيفها قبل كده فبيقول لي هعمل لها replace بس كده ولما باجي هنا في الخطوط بلاقي الخطوط اللي انا ضفتها في control panel ظهرت عندي في المكان ده